يوم من الايام قرر جوحة انه يروح يشتري حمار علشان يشيل الاحمال راح السوق علشان يشتري حمار دخل السوق وشاف حمير كتير قوي عجبوا حمار منهم خدوا قرر انه يشتري هاتي اجدال مع صاحب الحمير لغاية ما اتفق انه ياخد الحمار خد الحمار وقال يا فكيك وهو ماشي قبله اتنين حرامية قرروا انه هم يسرقوا الحمار واحد منهم رابط نفسه مكان الحمار والتاني خد الحمار وقات يا فكيك فد المشي جوحة هو والحمار اللي بقى انسان والناس عمالة اتحك عليه فقال جوحة في نفسه يمكن بيتحكوا علشان انا مش ركب الحمار وصل لغاية البيت وبص وراه لقى راجل رابط نفسه مكان الحمار قال له انت مين قال له انا الحمار بس والله يا عم جوحة انا هحكي لك حكايتي ام غضبت علي ودعت علي وقالت لي روح الهي تبقى حمار وبفضل بركاتك وكرماتك ربنا قرمني وارجعت انسان تاني النبي يا عم جوحة سيبني واعتقني الوجه اللي قال له ماشي هسيبك بس اوعى المرة الجاية تغضب امك او تزعلها منك لنصحتي ليك وعوضي على الله في تمن الحمار راح جوحة تاني يوم وقرر يروح سوق الحمير عشان يشتري حمار جديد بدل اللي اتحول انسان اما راح السوق ولما راح السوق شاف الحمار نفسه اللي اشترى ام اول تمبارح فرح له وقال له ايه ده انت زعلت امك تاني طيب عقابة ليك انا مش هشتريك كل يوم جوحة يخرج من البيت يقف قدام الشجرة ويدعي ويقول يا رب رزقني الف دينار يا رب رزقني الف دينار تسعمية تسعة وتسعين مش هقبل يا رب الف الا دينار مش هاخدهم يا رب ويقف جاره في الشباك يبص عليه وهاتك يا دحك عمل يضحك عمل يضحك عليه وفي يوم من الايام قرر جاره انه يختبر جوحة فخلاه واق عند الشجرة وبيدعي ورح جاي حدف له كيس من فوق مليان تسعمية تسعة وتسعين دينار يعني الف الا دينار اول ما وقوا على جوحة جوحة فرح جدا وبقى مبسوط قوي وعمل يبص للكيس الله ايه ده احمدك يا رب شكرا لك يا رب هم تسعمية تسعة وتسعين مش الف يعني يا رب كنت حطت للالف ده يلا مش مشكلة الحمد لله كله فضل ونعمة واخدهم جوحة ومشي وتاني يوم جاله جاره وقعد يبصله ويدحك ويقول له هات يا جوحة يلا الفلوس اللي انا حدفتها لك من فوق قال له فلوس ايه قال له الفلوس اللي انا حدفتها لك انا كنت مختبرك بس بشوفك انا عارف انك مش قد كلمتك وهتاخد التسعمية تسعة وتسعين ومش هتقبل بيهم وحتاخدهم فرح جاي جوحة استغرب قال له هو انت يعني اللي حدفت الكيس ده قال له قال له طيب انت محدفتش حاجة وده رزق ربنا بعتهولي من عنده سواء الف ولا تسعمية ده رزق الراجل استغرب وقال له ازاي احنا كده بقى لازم نروح للقاضي انا عايز التسعمية تسعة وتسعين دينار اللي انا حدتهم لك قال له لأ انا مش فادي مش هروح لقاضي ده رزق ربنا بعتهولي وجابهولي ممكن بعد اذنك انا مش هروح في حتة قال له ازاي يعني لازم نروح للقاضي هو اللي يحكم ما بيننا راح جاي قال له وحة قال له طيب طالما بقى قررت ان احنا نروح للقاضي دلوقتي الدنيا بتمطر جامد قوي وانا مش قادر قال له خلاص خد العباية بتاعتي قال له وكمان انا مش قادر امشي رجلي وجعاني مش هينفع روح للقاضي كده قال له اركب البغلة بتاعتي خد هدوم جارو الغاني وخد بغلته كمان حمارو وراحوا للقاضي وهم عند القاضي القاضي قال لجوحة انت ايه رأيك في الكلام اللي بيقوله دوت رأيك في الكلام اللي جارك الغاني بيقوله دوت يا جوحة قال له يا حضرة القاضي الراجل دوت بيبل علي دلوقتي يا حضرة القاضي بيقول ان انا خدت منه تسعمية تسعة وتسعين دينار كمان ناقص يقول اني العباية دي كمان بتاعتي امر الراجل الغني قال له ايوة بتاعتي انا اللي ادتها لك قال له وكمان ناقص تقول اني الحمارة الجميلة البغلة الحلوة الركوبة بتاعتي دي كمان بتاعتك قال له ايوة انا اللي ادتها لك انا اللي ادتها لك لما قررت وقلت ان انا هاجي للقاضي كمان قال له يا حضرة القاضي ده بيتأول علي وكمان بيبلى علي وحضرتك زي ما حضرتك شاي فقرر القاضي قال خلاص حكمنا في القاضي جوحة بريء وانت بتبلى عليه اتفضلوا بره وتاني يوم راح جوحة لزميله الغني لجاره الغني اللي ادى له الفلوس وقال له خد فلوسك كلها كاملة هي يا جاري العزيز بس عايز اقول لك على حاجة ونصيحة مهمة جدا ما تدخلش بعد كده بين الخالق والمخلوق ما تدخلش بعد كده في الرزق اللي ربنا بيبعثه ما تدخلش بعد كده في رزق ربنا اللي بيبعثه اتفضل فلوس يحكى ان جوحة في يوم من الايام كان جالس في بيته وسمع بامر مسابقة في المدينة قد اقامها السلطان في قصره فقرر ان يدخل المسابقة وزهب الى المسؤول وقال له اكتب عندك وصفة اريد ان ادخل بها المسابقة فقال له المسؤول انت تعلم يا جوحة ان الوصفة ستكتب في كتاب للسلطان فانه يريد ان يكتب كتابا مليء بالوصفات اللذيذة فقال له اكتب لعلي افوز بالمكافأة وافرج عني ديني فقال املني يا جوحة فقال له جوحة نأتي بالثوم ثم نفرمه فرما لذيزا ناعما ثم نضع عليه العسل ثم نأكله فكتبها كما قال له جوحة فزهب بالكتاب الى سلطان البلاد ولكن السلطان كان ظالما وقال لوزيره كل يوم تعمل لي وصفة من هذا الكتاب ومن اجد ان وصفته لذيذة واعجبتني سوف اكافئه وان لم تعجبني فسوف اقطع رأى وكان في يوم من الايام جوحة يجلس في بيته مستلقيا على سرير هو وحماره جالسا بجواره فترك الباب ففتح جوحة الباب فوجد الحراس فقال له امضي معنا يا جوحة السلطان يريد مقابلتك فقال لهم جوحة اذا فقد اعجبته وصفتي اذا انا قادم لاخذ المكافأة فذهب معهم جوحة الى السلطان فوجدوه نائما فلما وجدوه نائما قال الحراس انتظر هنا يا جوحة انت وحمارك ولا تفعل اي صوت نحن لا نقدر على ايقاظ الملك وظل جوحة خارج الباب هو وحماره وفجأة قام حماره بالنهيق فايقز السلطان قام السلطان وقال من هذا من فعل هذا فخرج السلطان وقال له انه حمار جوحة فقال له اذا انت جوحة تعال هنا ايها الرجل تعال هنا ما هذه الوصفة التي جعلتني انام كلما استيقظ انام ما هذه الوصفة تابا لك سوف اقطع رأسك وايضا ما هذا الحمار الذي ينهق وايقزتني من نومه فقال له جوحة يا سيدي ان الحمار كان ينهق ويقول عاش السلطان عاش سلطان البلاد عاش الملك فكيف يا سيدي تقطع رأس حمار يمدحك فانت سلطان عظيم فقال له وكيف علمت انه يمدحني فقال له انا على علم بعلم الحمير فقال له اذا انت عالم فكيف لا تقطع رأسك فقد قطعنا رؤوس العلماء في المدينة فقال له يا سيدي لقد قطعت رؤوس العلماء لانهم يعلموا علم البشر فانا لا اعلم علم البشر انا غاية ما هناك اني لا اعلم الا علم الحمير قال له اذا انت تعلم علم الحمير لقد فلدت بفعل